موسيقى موسيقى صباح الخير المسيح قام حقا قام ولكن ماذا عن قيامة المشرق من ججلته المستمرة وماذا عن وضع المسيحيين في هذا المشرق أسئلة محاور نعالجها في حوار اليوم مع ضيفنا الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الأب ميشيل جلخ صباح الخير أبونا ينعاد عليك أول شيء سمح النور وعليك سيد رواد وعلى الجميع قبل أن نفوت بالمنحة السياسة الوجودة للمسيحيين في المشرق وفي لبنان سأبدأ شوي من معاين العيد لأنها التي تعطينا الرجاء حتى نغتزنها ونصرفها بالجلجل التي نصيرها ونأخذ الأمل منها أكثر معين عيد الفصح عيد القيامة بالنسبة للمسيحيين بهذا النهار اليوم كيف تلخصها يعني عيد القيامة هو عيد الأعياد عند المسيحيين هو عيد الأساس يعني بداية المسيحية كلها بلشت من خلال عيد القيامة وعيد القيامة وفينا نفصل نحن عن الجلجلي يعني هو يعني ثلاثة أيام هنا هيدا عيد واحد اللي هو بلش مع ألام يسوع مع صلبه مع موته وقيمته يذلك نحن نشوف نحن أنه الأعياد اللي منعيشها هي زيتها عيد واحد وهي بتعطينا يعني أمل وتطلع ونهار جديد مع طلوع الشمس مع بوزوغ الفجر يمكن هذا الأمل أمل القيامة واللي بدأ منه يمكن تبشير المسيح مربولوس اليوم كنا عم نسمع بالرسالة قبل شوي بالأديس مباشرة من بكركة لو لم يقم المسيح لكان إيمانه نباطل يمكن هو ركيزي كمان القيامة بوجود المسيحية والمسيحيين صحيح إنما كمان مش لازم ننسى أنه مباشرة يعني كان فيه دحشة كان فيه رهبة كان فيه خوف اليوم يعني كمان بالإنجيل نفسه عند الديس مرقص نشوف أنه أنه يعني يعني النساء كانوا خايفين ومسترجوا حتى أنه يروحوا يروحوا يعلنوا مباشرة لأنه هذا كان هو شيء الخوف أول كانت أول يعني يعني تلاقوا هن فيها وشافوا هن أساسا الخوف إنها وبعدين وقتا شافوا يسوع وقتا رجعوا وتأكدوا من قيامة يسوع انطلقوا معا حدا نقدر هديهم صحي أكيد اليوم أبونا فيه فرحة كبيرة بالعيد اللي عم نعيش ولكن فيه غصة يمكن عند كل المسيحيين أنه عم يبقى العيد عيدان مقصوم بين شرقيين وغربيين بين أرتوديكس وبين كاتوليك أول شي شو دوركن أنتو كمجلس كنائس بتوحيد الأعياد ولا بعد هالقصمة موجودة رغم نشوف خطوات تاريخية صارت مثل اللقاء البابا فرانسيس والباطريارد كيريل من السابيع صحيح هذا سؤال يطرح دايما نحن كتير نعيش بمنطقتنا خاصة بين لبنان وبين سوريا نعيش بقوة مع الأسف بعضهم موجود غصة صحيح ما حدا بيقدر ينكرها إنما على القليلة صار في كتير وعي أن هذه الغصة صار لازم يمكن نتخلى عنها بعتقد صار في كتير وعي عند الكنيس الشرقية والغربية الأرثوديقسية والكاتوليكية والبروتستانتية إنه نحن بحاجة خاصة بها المنطقة عم نعيش هالأزمات بدنا بحاجة لعلامة علامة وحدة إنما أنا ما بحب أنه نحط كل قسمة الكنيسة أو الانقسام الموجود أو الصعوبات الموجودة بهذا العيد فقط إنما أكيد لا شك أنه نحن بحاجة دايما لنصلي ولا نعمل بنفس الوقت لحتى يتوحد هذا العيد ما زالت تؤثر في وعي شو يمنع أنه هذا الوعي ينصرف لتوحيد الأعياد وتوحيد الكنيسة حتى صحيح في وعي معك بس كمان نحن نعرف أنه نحن بين الكنيس الشرقية ألف سنة مش بسهولة نقدر نحن نتخطاهم بدنا شوية توقت لكن بدنا ألف تنيين لا لك ما بدنا نقول لأنه حقيقة بالنسبة لي الخمسين سنة اللي مرأوا عمل أشواء كبيرة الزيارات اللي عم تنقام بين كنائس الغرب وكنيسة الشرق وكنيسة الشرق كلها الوحدة المطلوبة المجلس مجلس كنائس الشرق الأوسط كان هذا هدفه أنه الكنيس كلها حست بحاجة أنه يكون عندها هيئة يكون عندها إدارة مشتركة تقدر يلتقوا حول طاولة معينة حول طاولة مستديرة وإنه خلقوا هالمجلس إذن يعني ما نستهون في هالموضوع تقريبا من أواخر السبعينات إذا من الغلطان من الأربع وسبعين من الأربع وسبعين يعني تقريبا عم نحكي بأكتر من تلاتين سنة بس رغم هيك ما قدرت وصلت أقلوا بهذا المشرق أنه يكون عم نوحد الأعياد يعني شفنا تجارب صغيرة ببعض الضيع في لبنان أو بسوريا أو بغير من البلدين بلشر الأوسط بس ما شفنا بعد أنه تعممت نطاق أوسع صحيح يعني هؤلاء مبادرات إذا بدك مبادرات فردية أو مبادرات محلية يعني أو رعائية بمطرح ما يعني ما فينا إلا إلا ما نشكر الله عليهم وما فينا إلا ما نهنيهم لشك إنما بيبقى هو الأساس هو يعني المسؤولين في الكنيسة هن بدون يلتقوا هذا هو هذا يعني المجلس هو عم بيخلي أنه المسؤولين يلتقوا مش دايما يعني مش دايما بيطلع بالنتيجة إنما يعني اللقاء بحد ذاته والحوار بحد ذاته هو أشيء الإيجابي وهينا نحنا بدنا نظل نسعيد لأنه في حال ما لتقنا ما بصير شي في حال لتقنا الأمل كتير كبير إنه يصير شي أدى بده وقت بنترو كمان للرب هو كمان يشتغل نحنا ما فينا نحن نحلو منع منع عملية يعني بس إدارية نعم على كل أنتوا بالمجلس فيه مختلف الكنائس المارونية الروم الكاتوليك الروم الأرثوديكس البروتستانت الكل موجودين بهذا المجلس صح يعني المجلس المجلس حقيقة إذا بدك حتى نسهلها هو مقصة لأربع عيال يعني وفي عنا يعني العائلة الكاتوليكية أربع بطرياركيات يعني أنطاطيا والإدس وأبروس والإسكندرية في عنا العائلة الأرثوديكسية الشرقية منسميها يعني ألمى قبل الخلق الدونية إذا بدك يعني هلين أقباط والسريين الأرثوديكس والأربان الأرثوديكس وعنا على العائلة الإنجلية اللي بتضم 818 يعني كنيسة وجماعة بالشرق الأوسط إذن يعني هالأربع عيال بشكله هن مبدايان كل الكنائس اللي موجودة بشرق الأوسط إذن ونحن دايما مدعوين ودايما ندعي بعضنا لحتى نلتقى يعني نلتقى مش أقله مرتين بالسنة يعني نعم طيب بين دوركم بالمجلس على صعيد الشرق الأوسط وبين المستوى الأعلى روحيا لقاء البابا مع البطريار الكريل بتتوقع أنه بالسنوات المقبل نشوف خطوات فعليه لتوحيد الكنيسة أو لا بعدنا بعيد لك هو حقيقة توحيد الكنيسة هو بيطلب إذا بدك ندوج ندوج معين هيدا بحاجة نتوصله كلنا سوا يعني إذا بدنا نشتغل لوحدة الكنيسة يعني بلشنا بصلاة يسوع على الجلج اللي بلشت بطلب من الرب لوحدة الكنيسة وما نزل نحن عم نعيشها يعني هيدا إذا بدك الشوكة الموجودة بقلب الكنيسة إنما هيدا الشوكة اللي بتتخلينا كلنا سوا مش نطلع بوعدنا قريبا نطلع يعني بصوا بيسوع المسيح إنه نشتغل لحتى نمش إذا في ندوج معين بحاجة إله لشك إنه الزيارات لشك العناق اللي تم يعني سنة الاربعة وستين بين البابا يعني بابا بولو السيدس والبطرق أتناغوراس بعدين اللقاءات واللي واللي احتفلوا فيه كمان سنة الماضي يعني ذكرى خمسين سنة على لشك إنه هود كتير بيساعدوا وأكيد إنه اللقاء البطرة كيريل مع البابا فرانسيس يعني مؤخرا هذا شغلة أساسية هود بيسهلوا الطرقات كتير وبكفي يعني نحنا وقتا بشوفوا المسؤولين الليدرز الكبار يعني يلتقوا صار أسهل للجماعات والأفراد إنه يلتقوا على كل على أمل إنه يتوحد تتوحد الكنيسة وتتوحد الأعياد رح نروح لشي تاني موحد المسيحيين هو معاناتهم في هذا المشرق على مختلف كنائسهم على مختلف انتماءاتهم الشرقية أو الغربية كلهم عندهم نفس المعانات اليوم إذا نشوف المشهد يمكن نشكر ألا باللبنان بعض الوضع الأفضل لأنه أمنيا مستقر ولكن إذا نشوف من سوريا للعراق لفلسطين قبلا نشوف أن الوجود المسيحي هو مهدد اليوم في هذا المشرق مضبوط يعني ما فينا ننقر الواقع ما فينا ننقر التاريخ يعني ونحن عصاعد لبناني ما فينا نعيش نحن معزولين عن المنطقة اللي عايشين فيها إذا نحن نتأثر فيها ما ننقر فيها بس عصاعد أمني نتأثر فيها عصاعد إيجابي عصاعد سلبي عصاعد اجتماعي عصاعد سياسي لذلك نحن مدعوين أنه نكون انفتاحنا يكون انفتاحنا أكبر من أنه لبنان هالبلد هذا أساسي وجودنا هنا إنما لا يكفي أنه نحن إذا بدنا نقش على الأبعاد إذا بدنا نفكر ونخطط للمستقبل لذلك نحن عضويا نحن نلتقى مع المسيحي مع الكلداني مع السرياني الموجود بالعراق مع يعني الأرثوديكس الموجود بسوريا مع البروتستانت الموجود كمان بسوريا مع الأرثوديكسي الموجود إذن هذي نحن كلهم ما فينا إلا ما نتفعل مع بعضنا صحيح عمنا عم نمرق بمرحلة كتير صعبة على صعيد وجودي إنما هالشي هذا هو معنى عيد القيام اليوم يعني نحن ما فينا إلا ما نطلع برجاء ونحن ما ننسى أنه أبدا أنه الكنيسة بلست من 12 شخص يعني مفرطعين صحيح من 12 شخص يعني ضايعين مش عارفين شو بدون يعملوا يعني كان يعني القائد المسيرة يعني اللي كان هو رب يسوه هو اللي جادلهم على الطريق الصحيح ونحن هذا أملنا يعني بس بما كان إذا مشوف المعاينات اليوم والأخطار في خطرين وجدوين ممكن على المسيحيين بهذا المشرق الخطر الصهيوني اللي بلش بتهجيرهم من فلسطين المحتلة والخطر التكفير الإرهابي الداعشي والنصروي اللي عم بهجرهم اليوم من سوريا ومن العراق اليوم شو دور الكنيسة أول شيء بتحفيز المسيحيين على البقاء وبترسيخ هذا الوجود يعني مش بس بالموع إذا يكونوا عم قلولون نخليكم فعليا على الأرض شو ما بيصير أنا قبل حقيقة ما يعني جاوبة هذا السؤال المهم خلينا نقول أنه مش بس المسيحيين يعني هن عندهم خطر وجودي حقيقة أنا بشوف أنه يعني كل الأشخاص المعتدلين عندهم خطر وجودي الإسلامي يعني المسلمين أكثر قبل المسيحيين إذن يعني إذا بدنا نحصر حالنا أنه قضية مسيحية إسلامية معنا نحن ما عم نقشع بشكل أوسع ما عم نقشع بشكل يعني صادق وواضح ما بيساعدنا لحتى نتخطى إذن إذن أنا والمسلم المعتدل أنا والمسلم اللي عم نلتقى بنفس الأراء بنفس يعني المهدد يمكن أكتر منه أعزان هذه النقطة القولينية النقطة التانية اللي عم تحكي فيها يعني المسؤولين يعني حقيقة الكنيسة ملنجيش نحن نعرف نحن قولت كتير بتذكرها أنه يمكن لازم أنه تربح أو لازم أنه تكون عندها عسكر أو أنه لازم هي يعني الكنيسة ما عندها إلا قضية أساسية عندها الصلاة وعندها صوتها يعني نحن يعني الكنيسة ما عم بتأسر المسؤولين بالكنيسة ما عم بأسروا من جميع الطواقف ومن جميع الكنيس مطرح ما عم يقدروا يوصلوا صوتهم عم بوصلوا صوتهم للمراجع يعني السياسية الكبرى للمنظمات الكبرى عم بتكون بقلب العالم عم بوصل صوتهم وما لنا زيارة يعني إذا بدك بنكيمون مؤخرا على لبنين وزيارته يعني البطرق الماروني إلا هالشي هذا واليوم تكلم أن البطرق عارب سيد بعدنا بالمواقف عم نحكي بعدنا باللقاءات نعرف بالنحية اليومية بالنحية الاجتماعية ما كتير تصرف ولكن في علامة استفهام عن دكتار من المسيحيين خصوصا الشباب منهم إنه منشوف أنه الكنيسة قد يكون عندها أوقاف قد يكون عندها مؤسسات قد يكون عندها كتير من النشاطات والمؤسسات يلي قادر تكون عم بتوظف فيها هؤلاء الشباب لتخفف الهجرة تبعهم عم بتحسن على البقاء عم بتأمل لهم المستلزمات الطبيعية وشفناها عند كتير من الأديان أو الطواقف الأخرى يعني وخصوص مطارح وقتها ما بتكون الدولة قوية باللبنان شفنا كل طايفة هي عندها رعاة فهون الكنيسة شو عم بيكون دورة هذا سؤال حقيقة كلهم بيسألوا وصحيح لشك أنه بمطارح يمكن الكنيسة بيكون عندها شوية تأثير أو أنه لازم تعمل أكتر نحن دايما بمسيرة دايما بحجة نعمل أكتر إنما ما فينا كمان ننكر الخدمات إذا بدك تقوم فيها الكنيسة بيعصعة كل الأصع دي ومن جملة حتى بنيان بنيات وشقق بس كمان نحن لازم نشتغل لتكون الدولة قوية كنيسة لا تستطيع تحل محل الدولة إذا بدنا نفترض نحن 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 حتى لو بعد كل الأوقف تنحل المشاكل حتى لو عمر كل البناء تنحل المشاكل الأشياء استثمار بالطريقة الصحيحة صحيح وبكتير مطارح عم بتم استثمار دايما على الأرض نحن بالنهاية كلنا الرجال الدين نحن ندروس فلسفة ندروس ليهوت مانا اختصاصيين بالماركتينج مانا اختصاصيين بالإعلام مانا اختصاصيين بغير حقول نحن اختصاصنا حقيقة ليهوت وفلسفة وحضور وخدمة للشعب هلأ وين منقدر نعمل ما بعتقد يكون في تأثير بس وين ما منقدر نعمل يعني انا بقول انه نطلب اكتر ما الكنيسة بتقدر تعطي بعتقد انه كمان صعب شفر على حال نظلم عندكم دور يشوفوه اكتر بسوريا بظل الأزمة هو دور الإغاث اللي انتم كمجلس كمان تقوم فيه صحيح يعني ومش بس نحن حقيقة في الكنيس كمان المحلية عم بتقوم ونحن هلأ اكتر عمل عم نقوم فيه صعيد إغاث هو بسوريا وعم بيكون فيه صعوبة قوات كتير من المنظبات يمكن تتواصل يعني بسوريا نظرا للأزمة اللي تعيش يعني لذلك المجلس عم بيكون هصلة الوصل بين النظامات اللي حاب بتساعد واللي عم تكون دورة يعني مش بس عصعيد يعني مسيحة صحيح الكل عم نستفيد منها نحن هذا اللي نشتغل عليه حتى نقدر نساعد لذلك المجلس يعني مكتبنا هونيك حمد الله يعني عم يشتغل صار له فترة يعني إنما أكيد هلأ عم يتفعل أكتر وأكتر ويظل هالأزمة اللي عم نعيش يعني الرسالة الإنسانية وليس فقط المسيحية بمعنى أنه يستفيد منها الأشخاص المسيحيين هي بالمفهوم الإنسان الكل عم يستفيد منها صحيح نحن نشتغل على صعيدين يعني صعيد النظر إذا بدك وصعيد الحوار وبين الكنائس إنما صعيد الفعل والخدمات وهذا من بداية الكنيسة يعني هذا هو أساس عمل المجلس وأساس عمل الكنيس كلها بنفس الإطار كنا نحكين عن الإغاثة خلينا نروح للسبب الجوهري اللي اضطرتكم أن تقوموا بهذه الأعمال الإغاثية اللي هو الإرهاب والتكفير اللي يضرب المنطقة ويجعل أكثر يتهجروا أكثر يستشهدوا أكثر يضطروا للهجرة وترك أرضهم برأيك الغرب اليوم واعي صار لهذا الخطر لأن بمرحلة شفناك أنه الغرب ما كتير فارقة معه يعني شو عم بصير عنه حقيقة إذا بدك أنا رأيي بشوف أنه الغرب عنده مصالحه شأنها مقبينة يعني كانت واضحة قبل وما تزال واضحة حالا هلأ قد تأثر بفعل المهاجرين يعني اللي راحوا على يعني على أوروبا تأثروا كتير هونيك وعملوا منا خطة إعلامية أثرت على المسؤولين السياسيين نحن هذا بدنا نحن دورنا دايما أنه نقول ونعلي صوتنا ونقول قداش هالشي اللي عم نعيش نحن هذا بدنا يأذينا بس إنما بدنا يأذي كمان يأذي الغرب إذا ما نستنظر ما نستنظر منه أنه يوعى نحن اللي بدنا نحي نحن نحن نلعب دورنا مع أنه خصوصا عن مسيحية لبنان أكثر من مسيحية البلدان المشرقية يفكرون أنه الغرب هو الراعي يعني الأم الحنون هي فرنسا أو الهم لهذا الغرب هو الوجود المسيحي بس بالواقع يمكن مثل مصالحه هي التي تغلب يعني نحن يمكن هذه كليشيات نعيش عليها إنما برهن الواقع أنه يمكن السياسة والمال والسلطة تغلب كثير على الحق والحقيقة والأشياء الضروري اللي يجب ينقيم فيه لذلك نحن لا بدنا نستسلم ولا بدنا نحن لا بدنا نتخلى إذا بدك عن الغرب لا بدنا في قوة يحوي يعني الأمين العام للمنظمة الأمم المتحدة كان حاضر هنا لا بدنا إلا أن نتواصل معه لا بدنا نتواصل مع الرؤساء ومع المسؤولين إنما نحن نتكل عليهم نتكلى على سواعدنا نتكلى على حالنا نحن بدنا نكون عارفين نحن شو بدنا من الأساس ساعتها غرب يقدر يساعدنا إذا نحن ما نعرفين نحن نضيع معنا بعكس الغرب اليوم بالسياسة نقول موسك ونقول روسية كيف تواصلكم كنسية مع روسية ورأيك هي مهتمة أكتر بالوجود المسيحي بالشرق يعني ودورة كتير فاعلة يعني فاعلة على الأرض وخاصة أنه يعني كنيسة روسية من زمان وجاء يعني كنيسة ملتزمة كمان على صعيد يعني إذا بدك اجتماعي وسياسي إذن البطرة كيريل يعني لقاء البطرة كيريل مع البطرة مع البابا فرانسيس أكتر من أنه كان لقاء روحي بس إنما كان لقاء على صعيد عالمي وعلى صعيد كنائس وعلى صعيد اجتماعي وعلى صعيد سياسي لذلك يعني لا شك أنه ذكر يعني يعني كل المسيحيين عم تعزبوا بالمنطقة هون وذكر حتى المطرنين المخطوفين يعني بقلب الوثيقة اللي مضيوة تنسوا هذي شغلة عظيمة جدا أنه رجعت يعني ضخط يعني ضخط هالقضية الوجودية إن كان المسيحية كنيسة نحن لازم لازم تلعب دورها إنما لازم كمان ننتبه من أخطاء يمكن أن نقع فيها هي دعم هي أساس هي صوت بتوصلنا هي يعني بتكون موجودة بالمحافلة الدولية إنما برجع بعيد إنه نحن ما معناتها إنه نحن نحن نتخلى عن دورنا نحن دورنا كيف يكون اليوم لما يجه الارهاب نحمل السلاح نكون أو سلاح أو المحبة هذه قضية يعني من الصعب لأنه تتجارة تقول أنه تحمل السلاح ما فينا يعني بقى عن نظر إذا كنا منربح أو منخسر حمل السلاح هو يعني ما فيه إلا ما يكون في ظلم بمكان ما ما فيه إلا ما يكون في خطأ بمكان ما والكنيسة ما فيها تقول ما فيها تحمل البرودة الكنيسة بدأت تحمل صوت الحق الكنيسة بوجه الظلم ونحن يعني الكنيسة هي حرة يعني حريتها هي التي تعطيها قوتها مش سلاح هو التي تعطيها قوتها لكن من الكنيسة بمرحلة معينة حديدا في لبنان كانت دعم لحمل السلاح بوجه الآخر ككنيسة ولا كأفراد يعني نحنا كمان ما فينا نزوم يعني حتى كمان يعني الكنيسة كمان لا شك أنه بمسيرة الحياة تعمل يعني بيكون في أخطاء وأكبر برهان أنه في أخطاء يعني البابا يوحنا بولستاني شهيرة يعني بسنة الالفين وقتا يعني بيعتذر عن أخطاء سابقة وقال أنه أنا نحن ككنيسة ما بقى من عيد الأخطاء اللي صدرت وبعددها إذن نحن ككنيسة بقلب المجتمع بقلب التاريخ بقلب مسيرة حياتنا يعني أنه بيكون في أخطاء أهمية الكنيسة هي بتوع الأخطاء وأهمية نحن المسيحية بحد ذات أنه في مجال الاعتراف في مجال للغفران في مجال للندمة في مجال حتى نتحسن دايما بس أوقت ممكن مش على صعيد كنسة أو صعيد الرأي المسيحية بس على صعيد اجتماعي ضروري لوحد يتصلح لدفع عن وجوده إذا جاء واحد داعش عليك أكيد الصلاة مفيدة بس لا تكفي وحدها صحيح أنت تسألني أن الكنيسة لا الكنيسة لا تشجع إنما يكون في عصائد اجتماعي ووجود ودفاع عن النفس هذا غير موضوع بس أنت تحمل السلاح نظريا أنه لا يمكن تنظر لأبدا إنما أنت تقول أشخاص هاجمين هذا شغل بتصير دفاع عن النفس وهذه تصير ضرورة سياسية اجتماعية وروحية من هذا المنطلق كيف تنظر للجيوش حركات المقاومة والأحزاب التي تحمل السلاح اليوم لمواجهة التكفير الداعش والقاعدة نحن هلأ نحن 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 بين خير وشر نعم نحن 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 مثل كل الشر وكل الآخرين نعم بمسل كل الخير يعني شوية بدأ شوية نيوانس ما فينا بها سهولة يعني بدأ نعرف أنه نحن ما في وراء الطيارات التكفيرية يعني مين اللي عم يدعم هم شو أهداف هل يطرى بس الشي اللي بيحكوا فيه هذا هو الصحيح يعني الشي اللي بيعتبروا حاله ونضلوا كرمال هذا هو الصحيح إنما أو أنه في يعني خلفيات يعني 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 خلفيات سياسية خلفيات يعني مالية خلفيات مصالح يعني كتير قوية أكتر من أنه بس قضية تكفيريين تكفير للآخر يعني مثلا المسيحية عيشت بالعالم الإسلامي من منذ البدايات ولغاية الآن حتى هلأ فإذا إحنا ما فينا نعتبر أنه هذا هو يمكن العالم التكفيري هو العالم الإسلامي اللي بيكثير أكيد مش كل إسلامي وكل مسلم هو تكفيري بالعكس بس في فكر معين حتى المسلمين يتبرؤون منه هو هذا الفكر الذي ينحو اليوم إلى هذا النهج التكفيري هو هذا هذا التكفيري هذا واجهة نعم هذا واجهة مين خلفه مين الأساس هلأ 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 أنتو كألميين تعرفون أنه مين يمكن يشتغل وصحب أنه لا حقيقة صعب إنما يعني كلنا يعني كلنا نعرف أنه ما معقول يعني تخلق منظمة يعني بين لالي وضحاها بهالقوة بهالعنف هذا بأنه تكسير الحواجز يعني كلها سوى وحتى استباحة الحدود يعني بين لالي والتاني أو بصعوبة أكيد في وراها قوة تجارة بالدم يعني أدافي أشخاص منا عم يستفيد وبيكفي نعرف أنه يعني 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 نص موارد العالم ونص غنى العالم موجود يعني مع 81 شخص بكل العالم إذن يعني نحن عم نشوف أنه العالم كله عم يتغير ونحن ما إلا يعني كان فش أو يعني 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 بحاجة كان العالم بحاجة لمطارح أنه يضل في نزاعات نزاعات عم تكون لذلك نحن ما فينا نغرأ بتفاصيل بين بعضنا وما نقشع يعني الرؤية كلها سوا بعد الفاصل رح نروح للرؤية اللبنانية فاصل ونعود المتابعة في حوال اليوم مع ضيفنا الأمير العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الأب مشال جلخ عودة المتابعة في حوال اليوم مع ضيفنا الأمير العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الأب مشال جلخ منرجع رحب فيك بالشرق الأول أبونا حكينا عن الوجود المسيح المشرق رح روح أكثر للزاوية اللبنانية اليوم ورح ادخل من ناحية جدلية لتزال مستمرة بين السياسة والمسيحيين البعض بيقولوا أن المسيح قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لا وبالتالي لا يجوز مسحنة السياسة أو تسيس المسيحية بالتالي لا حقيقة هالمقولة التي دائما نستعملها مظبوط أنهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله لا نأخذها بطريقة أنه شغلات نفصلها على بعضهم بالنهاية الإنسان واحد وبننسى أن يسوع وقتها سألوه كان فيه فخ معين لذلك وما سألوه عن الله سألوه بس عن أيصر سألوه هل يطور الجزء ندفع الجزء أم لا حتى يعلق بالفخ إذن إذا نخذها بس بهذه الطريقة لا يسوع هو دخل وقال أكتر أنه مش بس تعطوا لقيصر لقيصر ما تنسوا كمان لقيصر في بوجود إذن نحن علينا نعمل هيدة وهيدة مش هيدة أو هيدة إذن إذا بدنا نفوت بطريقة جدلية وضعنا الإنسان هو شخص واحد الإنسان ببعضه الاجتماعي السياسي الوجود وببعضه الروحي ما فينا نتخلى عنه ما فينا نفسط الإنسان لشقفتان بس اعتبار اللي يؤخذ على البعض اليوم أنه يخوض السياسة من منظار أو منطلق مسيحي كأنه يتبرر أنه تخذ السياسة من منظار إسلامي وبالتالي لا تنتقد الأخوان المسلمين وبذات الوقت تخوض مشروع سياسة على أساس مسيحي لا شك نحن نقول أن نحن نخوض مشروع سياسة على أساس مسيحي نكون نحن مضيعين البوصلة المسيحية هي موجودة المسيحية عندها خطة المسيحية تحكي بالمبادئ لا تحكي بالتفاصيل تفاصيل المجتمع يجب أن يقوم فيها السياسة تقوم فيها نرى كل رؤساء الكنيس يحكوا بحقيقة بالمبادئ اللي يجب تأسس لكي نعيش بسلام ونعيش من أجل الخير العام إذن نحن نفصل هذا ونصير نكون ضاعف المسيحية وندقلها بزواريب سياسة هي زواريب هي حوار دائم هي تفاصيل أساسها نقدر نحكم نفسنا بنفسنا إنما المسيحية هي أعلى من هيك وقالها يصير فينا مثل مصر مع يسوع يسوع ظهر من الفخ ونحن هكذا نظهر من الفخ بين هذه أو هذه بس بالمبادئ المكرسة ضرورة تمثيل المسيحية بشكل صحيح في الدولة هذه مبادئ مالنسي لا شك لأن لبنان قائم على المناصفة ومناصفة بين المسلمين ومسيحيين وعلى أمل أن نتخلى عنا نوصل حقيقة للمؤهلين أكثر أن يستطيع أن يتوصل لحد هلأ نحن معيش لذلك لا يمكن أن نحكي بس وقتنا نحكي عن صعيد مسيحي مش معنا نحكي عن صعيد مسيحي يعني يعني عنيف أو أنه سلاحي أو أنه بده يقول لا على صعيد يعني مسيحي لأنه مسيحي لأنه نحن موجودين بقلب منطقة مثل لبنان يعني اللي هي فيها مناصفة بين المسيحي وصولة انطلاقة من هذه المناصفة كيف عم تتابعوا انتخابات رئاسة الجمهورية اللي مشوف مثلا البطرق الراعي كل البطار كل المطار يتطرقون لألا بشكل دور بعظاتهم وبرسيلهم لا شك يعني هذا إذا بدك شوكة يعني نحن هلأ بجسم لبنان كله سواء أنه ما يكون في رئيس جمهورية يمثل كل لبنان اللي هو ضامن يعني ضامن لوحدة لبنان ضامن للاستور لبنان ضامن لهذه المناصفة ضامن للعيش معا للعيش سوية هذا يعني أكيد ونحن ما فينا إلا ما نضل النظر فيه كل واحد يجب يلعب دوره فلا الكنيسة بتقدر تحكي بهال إطار هذا بس الكنيسة ما بتقدر تنزل وتنتخب إذن كل واحد يجب يلعب دوره حتى نحن نقدر كلنا نكمل بعضنا وإلا كل واحد يشد لمالته هو أكتر من أن نشد لحتى نشتغل بس الكنيسة نشوف دعوات دائمة ضرورة نزول النواب إلى المجلس الانتخاب رئيس ولكن بالمبادئ أي رئيس يجب أن يكون للبنان وخصوصا أنه الرئيس المارون المسيح الوحيد بالمنطقة بحقيقة نحن ما فينا نفصل قضية رئيس الجمهورية عن الشيء اللي يصير بكل لبنان وعن المنطقة نفصل نظلم هذا الموقع صحيح نظل الناضل حتى يوصل رئيس جمهورية ورئيس جمهورية يمثل كل لبنان بكل شرائح هلأ عصائد نحن بلد ديمقراطي نحن نعتبر بلد وإنما في الوقت لا نعيش بديمقراطية مطلقة ياريت فينا نعيش بديمقراطية مطلقة دائما يكون صعوبات عصائد مسيحي كنا ربينا وكبرنا نسمع إذا يتفقوا المسيحيين نحن نصل لنتيجة يبدو أن الشريحة كثير كبيرة من المسيحيين توصلوا لإتفاق وتوصلوا لحوار وتوصلوا لتواصل وهذه نعمة كثيرة كبيرة نحن لا يمكن إلا أن نشكر الله عليها بيظل في عقبات بيظل في صعوبات بدنا نضل ناضل على المسؤولين وعلى الرؤساء الروحيين دائما يحكوا بهذا الموضوع عندما باش بس على صعيد يعني حكي هنا عم بيحفزوا كمان على صعيد عملي بس إذا كل الواحد ما بدو يلعب دوره ما حدا يعني ما منقدر ما حدا يقدر يفهم دور الثاني بطريقة الشاملة خلينا نفوت أكتر للتفاصيل اليوم برأيكم الرئيس اللبناني يجب أن يكون رئيسا قويا مسيحيا يجب أن يكون المسؤول يكون ممثل ممثل عن هذا أكتر لا نستعمل نعمل تعبير ستهلكوا هالتعبير إذا بدك ستهلك تعبير أن الرئيس القوية ستهلك تعبير الرئيس التوافق رئيس سوى الرئيس معزول يعني إذا بدا يكون الرئيس معزول نحس بخيبة أمال نحس حالنا موجودين منا منا معنيين بقلب الدولة منا معنيين بقلب المؤسسات لذلك إذا المسؤول ما كان أو الرئيس أو ممثل القصم المسيحي بقلب الدولة الأول ما يكون عنده صفة تمثلية كمان أنه ساعتها مبارف مين بدي يمثل. إذن قضية مشاربكة أكثر من أنه قضية بس أنه رئيس قوي أو بس أنه رئيس توافق أو بس أنه رئيس يعني ما بدي يكون عنده هوية. بدي يكون عنده رأي. يعني ما فينا. ومش لازم نخاف من الرأي. لأنه فيه كمان في دستور بيحمينا كلنا سواء. ما أنه يعني إذا طلع رئيس قوي أو رئيس ممثل. يعني أنه بده يمحي كل. يعني نحن نشوف أنه بس على القليل يكون يعني يمثلنا. لشك أنه هذه شغلة ضرورة. باللبنان تعودنا أنه يكون في دور للخارج باختيار الرئيس اللبناني. اليوم الفاتيكا عم بيؤدي أي دور بهذا المجال أو لا؟ حيالك. الفاتيكا ما بيدخل بتفاصيل كمان. مثل ما عبرتها. ما بيدخل بتفاصيل السياسة اليومية. وإلا كمان يعني بيغرق بأوحيلة. خلي هالتفاصيل للأشخاص المعنيين اللي عملينا شغلتهم للنواب. للمسؤولين على الأحزاب. الفاتيكا عم بشتغل جهده كتير. عم بحفز دايما أنه بقضية هذا بتعني له جدا. يعني لأنه ما بتعني بس للفاتيكا. بتعني لكل حقيقة يعني بتعني لكل دول عربية. أنه يكون في رئيس مسيحي. ورئيس يعني ممثل. مش أنه رئيس يعني أنه العوبة يعني كمان. هذه الشغلة يعني بتعني بتعني كل الدول العربية بتعني الإسلام. بتعنيهم أكثر ما بتعنينا. يعني لذلك نحن قضية يعني داخلة بقلب هذا العالم نحن نعيشينه. بهذا السياق كان في مقال بجريدة الأخبار هذا الأسبوع لجان عزيز تحت عنوان لبنان في الفاتيكا. باعت الهواء والأوهام. شفتوا للمقال. نعم. ريتو. شو رأيك فيه؟ يعني أكيد سيد جان عزيز نحن نتابعه دائما. نقرأ له كل مقالاته. أكيد عنيف. أكيد يعني أوه بنم عن وجع. أنا بعتقد أكثر ما بنم عن واقع حقيقة مية بالمية. إنما لا شك. إشي كثير من يلي إشياء أساسية. بس ما بيعبر معناتها أنه على طريقة الفاتيكا. يعني نفهم. نحن الفاتيكا بيشتغل سياسي. بس مش سياسي. يعني إذا بدك مين طلع رئيس جمهورية ومين ما طلع رئيس جمهورية. مين نزل الفلان ولا مين طلعا. مش على هذا الصعيد. ما فيه إلا ما يشتغل على صعيد قضية. والفاتيكا ما بيقدر يقشى على لبنان إلا بقلب هالمزييك العايشين. ونحن كلنا سوا كامل منطقة الأوسط. وإن كان على صعيد عالمي. بقى مشين هيك. الفاتيكا ما بيشتغل على هالأساس. هلأ. حتى نقول إنه يعني بقع هوا أو شي. هلأ. صحيح إنه فيه. يعني الإشارة اللي خبرها. إحنا كنا بالفاتيكا كنا نخبرها ونستعملها يمكن كأساس مظبوطة. بس إنه مش لها الأدى. بس هون إذا بدأ نحكي أكتر عن دور مجمع كناس الشرقية بالفاتيكا. يعني بالمقال كان فيه تطلق لدور الكاردينال صندري بهذا المجال. حضرتك مطلع على شوية تفاصيل بطريقة العمل لهذا المجمع. مجمع الكنيس الشرقية. صحيح صحيح. مجمع كناس الشرقية يعني بيعتني بكل أكنيس الشرقية الكاتوليكية. يعني اللي هن 21 كنيسة. وبضمه يعني مش بس يعني منطق الشرق الأوسط. موصل فيها نحنا على الهند يعني وكل أوروبا الشرقية. جنوب الهند كله يعني نحنا الكنيس. إذن مظبوط يعني المجمع كناس الشرقية بيعتني. بس إذا بدك مثل ما قال يعني استيس جان بمقالته. بيعتني بكل إشياء إدارية والإشياء الروحية. بيعتني بقضايا الصعوبات الموجودة بتاعيش الكنيس. بقضايا يعني انتخابات الأسقفة يعني وكل والرهبانات كلها. هذا بيعتني فيه. عصاعد سياسة أقل يعني. إله دوره. إله يعني إله صوته. إنما عصاعد سياسة بتعتني فيها زبادك أكتر شيء الأمان العام للفاتيكان اللي هي يعني سكرتريلتا اللي هي بتعتني بكل هالشاء هيدا. لأنه هي بتهتم بكل السفرات البابوية الموجودة بكل العالم. بكل هال... مثلا إحنا إذا بتتذكر يعني اللي صار بين باراك أوباما وبين رئيس الكوبة. يعني اطنياتهم شكروا الفاتيكان. صحيح. والفاتيكان عمشتغل ممكن. حدا أنا عرف أنه عمشتغل الفاتيكان. هيدا هو هيدا هو شغل عمل عمل الفاتيكان. تفهم عمل الفاتيكان اليوم بالنسبة للبنان؟ بدك تسأل. لا. الحقيقة يعني إذا بتلاحظ نحنا البابا مش بس بابا فرانسيس بابا فرانسيس بابا يعني بديتو السادس عشر بابا يوحنا بولستانيك يعني كلهم يعني عملوا من لبنان قضيتهم. يعني نحنا حقيقة يعني ما نتصور أنه قداء عملي من قضية لبنان قضية عالمية. أنا بعتقد هذا هذا شغلة كثير أساسية. إنما برجع بقول إذا نحنا ما بلنا نلعب دورنا قد ما يعني نحنا قد ما يشتغل الفاتيكان. نحنا بلنا دور كمان نحنا نوسطه. هلأ هن يعني الفاتيكان عمي لعب دوره. إنما بالخفة. أي متى بتختمر القضية. أي متى بتنضج. بصير فيه يعني عصا عيد عالمي. لأنه شغلة كثير مشاربة كذا نحنا عنا. يعني صار لنا صار لنا خمسين ستين سبعين سنة عم نعيش صعوبات بمنطقة الشر الأوسط. منا بها السهولة نقدر نتفكفها. يعني وقتها وقتها بتصير فيه هذا بتصير فيه صعوبة جدا أنه تتفكفها. بس هذا أملنا. وهذا نحنا نعرف أنه نحنا نحوذ. نحنا اليوم بعيد الكبير. هذا يعني أساس عيد القيامة هو غلبة الموت. يعني نحنا نعتبر فيه أنه أكتر شيء فينا نستسلم قدام الموت. بالعكس قالنا يسوع أنه حتى قدام الموت ما فيه كنت نستسلم. بهذا المجال نخطب موضوع السياسة اللبنانية. كمان اليوم كثير عم نحكي بمهي هذا النظام. نظام الطائف. نظام محافظة على الشراكة. المناصف قدام طبقها أو لا. برأيك النظام الطائف ما زال صالحا في لبنان؟ ما في نظام بيبقى على طول. هذه السياسة بتتغير سياسة بتتحور. نحن نعتمد أنه ما نقود نسترجع ندق فيه. ما فيه شيء لأنه قضية ما أنه قرآن ولا أنه كتاب مؤدس ولا أنه دستور مؤدس. هذا دستور نحن نتحاول دايما لسوى نوصل لنتيجة ونقدر نغيره. ما يكون لدينا خوف أو رعبة أو رعبة مرعوبين أنه يتغير كل النظام. كما أنه كل أحزاب تتغير كل أحزاب تتطور يعني بإيطاليا بيغيروا الأنظمة دايما. بعدين كل النظام عنده هفواته عنده صعوباته عنده نقصه. هالشي هذا علينا دايما نحن أو بالأحرى كسياسيين عليهم دايما أنه يشتغلوا حتى يحسنوا وقتا يوصل لمرحلة بيكتشفوا كلهم مكتشفين أنه فيه هفوات ما نكون برعوبين أنه طاولة مستديرة وينحكى بحيال لموضوع ما فينا. للمشرق ما فينا نكون عم نحكي فقط مسيحيا في دايما الشراكة المسيحية المسلمة أول شي لحبلش من دوركم كمجلس كنائس بالشرق الأوسط شو دوركم بتحفيز هذا الحوار وتقريب وجوهات النظر بين المسيحيين والمسلمين ما يكون الفرز طائفة موجود صحيح نحن حياة من ضمن أعمالنا الأساسية هو الحوار الإسلامي المسيحي عادة عن أنه الحوار المسيحي المسيحي حتى مؤسسات كتير عم تشتغل على الأرض حول هذا المواضيع ونحن نكون كتير مرحبين وكتير عم نكون مشتركين لأن المجلس عنده إذا بدك الصفة التمثيلية المسيحية على صعيد مسيحي إنما مثل ما قلت تفضلت وقلت حضرتك ما فينا نحن نعيش لحالنا ما نمعزولين نحن عايشين بقلب مجتمع نتفعل مؤثرين فيه من أثر عليه ومن تأثر منه صحيح وهذا أعتقد وهذا الشغلة بتشكل عندنا الفرادي وهذا بتشكل عندنا الجمال وهذا بتشكل أنه هلأ المجلس حقيقة عم نضل نحن كتير مطلوبين إذا بدك أكتر من المنطقة من هنا عم نكون مطلوبين كتير من بره لأنه عم بقولو لنا كمسيحيين كيف عم تكون خبرتكم مع الإسلام نحن عم نلاقي صعوبة اعطونا من خبرتكم وبالحقيقة ما في إلا نحن منقدر نقول أن الإسلام يا جماعة مش متل ما بتقشعوا يمكن بالأخبار عندكم أو أنه بس على صعيد تكفيري أو أنه يعني عملي لكم نحن حقيقة ككنيس نقدر نقول ونعبر مظبوط نحن يعني شو هو الإسلام الحقيقي وكيف نحن تعيشنا خلال 1400 سنة هيدا هون دورنا وإنما هيدا مسؤولية مسيحية وإنما هيدا مسؤولية إسلامية تجاهنا صحيح يعني يمكن بالغرب في أوروبا خصوصا بعد العمليات الإرهابية التي ضربتهم في نوع من إسلاموفوبيا صار يمكن للأسف لما يسمعوا التكبير الله أكبر صاروا يحسوا كأنه في إرهاب هذا التشويه الذي صار لدين الإسلامي خلق نوع من فوبيا عند الغرب وممكن أهمية دوركم كنائس مشرقية أنه تكون تساعدوا بتقريب وجوهات النظر وأنه لكن ليس الحال بالعيش الواحد صحيح لك لشك أنه الصعوبات كانت دائما موجودة إنما هذه الصعوبات مش معناتها أنه تلغي الآخر نحنا وقتها منوصل لإلغاء الآخر هون بيصير في عدم فهم لهذا هون بيصير صوتنا كتير عم يكون فاعل إنما عم يظل في صعوبة دائما مش دائما في حوار يعني مش ناك الحوار قائم بس المهم يكون في إرادة صالحة أنه حتى نحن بهذا الحوار نقدر نتوصل لنتيج الصعوبات التي عم نعيشها ما هي النقاط الخلافية الأساسية التي رأيك موجودة اليوم أكيد نشيل الدين على جنب إذا فكرنا إنسانيا ومجتمعيا ما هي الخلافات الأساسية في الحوارات تكون رؤية للإنسان المواطنة هل يترى المجتمع بحاجة أنه يكون مجتمع مستقل أو كيف نقدر ندخل الدين بقلب المجتمع بأي طريقة بطريقة فصل مثل ما نستعمل على التعبير الكليشي كمان دايما نستعمل هل يترى بها الطريقة يعني منفهم هيك إنه ما لقيسر لقيسر وما لله لله أم أنه لا يكون في تفاعل وقد يكون في تفاعل لأنه نشوف خبر الفصل بطريقة يعني بالطريقة لعيش الغرب عم نلاقي أنه فيها كثير صعوبة عم يوصل لمطارح يعني وصلنا لمعيد في حتى على صعيد أخلاقي يعني عم نوصل لمطارح ما كنا مفتكرين أنه منقدر نوصل إذن الدين هو ضرورة للدولة وللمجتمع هلأ قد يكون فاعل هيدا الخلاف الأساس إذا بدك أو هودا نقاط الحوار الأساسية اللي بنقدر يعني كيف بنقدر نعيش المواطنة سوا بدأ أرجع شوي للشق المسيحي خصوص بالمشرق في هذا الشرق خصوص أنه مجلس عنده كان قيس من مختلف البلدين لبنان سوريا العراق فلسطين مصر الأردن برأيك الهموم الإيران كمان الهموم المسيحية هي واحدة في هذه البلدين أو لا كل واحد عنده خصوصيته لك حقيقة نحن نفتكر أنه هي هموم هي وحدة بمكان ما في هموم يعني إذا بدك مشتركة إنما كمان نحن نتفعل مع أوطاننا نتفعل مع سياسيتنا نتفعل مع مجتمعنا يعني الصعوبات الموجودة مثلا شو عرفني بمصر غير الصعوبات التي تعيشها الكنيس تعيشها بسوريا غير الصعوبات التي تعيشها الكنيس بإيران وغير الصعوبات التي تعيشها بفلسطين إذن نحن بمطارح بمكان ما نحن هالمجلس هو خلق لحتى الأشياء المشتركة التي نعيشها سوى هو نفكر فيها سوى نتحاور حولها إنما لا في مطارح الكنيس هي عليها دور أن تلعب دورها بقلب المجتمع لذلك مشكل هو نفس نفس الهموم بس أكيد الأشياء الوجودية أكيد هذا منعيشها كلنا سوى بالموضوع الوجود في قول بدأت قلنا إذا هذا صحيح أن المسيحيين لا لديهم كثير هذا الانتماء للمشرق أي صعوبة يحملوا حالا ويهاجروا هذا هذا التوصيف أو فيه ظلم حقيقة هنا زيادة لش المسلمين وقت القضية مش قضية المسيحيين ما يحسوا عندهم انتماء أكثر ما هي قضية يفتشوا على عيش كريم وعلى عيش حر وعلى عيش أنه يقدر يعبر عن صعوباته أو عن رأيه أو عن ديانته هذا هو التفتيش أكثر من عدم انتماء بالعكس بالرغم من كل الصعوبات المقاومة كانت دايما مقاومة لكن نحن نخذها ستنفد كلمة المقاومة إذا بدك عند فريق واحد إنما لا نحن بمكان خلال الحرب ودائما عيشنا مقاومة بطريقة كل فريق عيش ومقاومة إذن من مختلف عقائد مغير تماما وتجاه عدو بوقت كان عند كل واحد عنده عدو لا شك بس لا أقول أنه تبسكنا بأوطاننا هي خلت عنا أنه العنف وين يكون دايما وحملنا رأي وحملنا القوة حتى وقلنا إذن هالمقول إننا مع الأسف هالشي بأثر على كثير أشخاص يمكن ومنعيش بس إنما نحن بحاجة لأ حتى نجع ناخد دورنا وأكيد إذن نحن كلنا ناخد دورنا وكل ياخد دوره وحجمه هذا يكون حجمه طبيعي وحجمه لازم ياخده يكون كل واحد عنده مطرح من 60 سنة وأكتر حتى من 60 سنة لليوم نرى أن الوجود المسيحي في هذا الشرط بالأرقام يتقلص بدأت من فلسطين رجعت بعدين العراق بعدين لبنان بعدين سوريا اليوم أول شي شو دوركم كمجلس بالتواصل مع المسيحيين اللي تركوا وشو دوركم بتحفيزهم على العودة أو تأمين غروف أفضل لعودتهم صحيح هذا واقع لا يمكننا أن ننكر بسهولة التواصل وبسهولة السفر وبسهولة أوقات سياسات من خلال سياسات الدول الغربية التي تسهل أوقات كثير للناس يهاجروا أو يتميز بينتهم يكون في صعوبة نحن دورنا كمجلس حقيقة دائما نظل نوعي لهذه القضية ونظل نقول بقلب الكنيس يتحور بين بعض ونقول كمه دورنا أن نفعل لأولادنا ولمؤمنين أن يظل في هذه المنطقة هلأ لا يمكننا أن ننكر أن هذه صعوبة موجودة ونجد صعوبة دائما أن نتسبق الأحداث وعيشون بحالة طارقة وعيشون بحالة طوارئ وحالة طوارئ نضحب إشياء كثيرة كمال لنخلص إذا بدك وجودنا نحن ككنيس دائما كمجلس نقول أنه لا يوجد خيار وعندنا مستقبل برا لا يوجد إلا مندوب هنا هن هوية واضحة ككنيس شرقية لدينا صعوباتنا لشك ولكن لدينا شيء صعب تدقيه برا لدينا ماشي بين بعض لا نقل برا كلامك يتناقط مع الواقع الذي نعيش وخصوصا في سوريا يحضرون ويعرفون ما صر درج اليوم بالتعبير بيقولوا الهجرة الكنسية تحديدا على كندا يعني الواحد عبر الكنيسة بيقدم وراء للهجرة وبتجي أسرع كمان فما في تناقض بين اللي عم تقولوا بتثبيت المسيحيين وبين ما سم بالهجرة الكنسية هذا ما نسيحة الكنيس أبدا يعني هلأ أنه عم بيصير في حالات أو بيصير في أفراد أو أشخاص أنا سمعت يعني هي أكثر من أفراد هي عم تصير بالنطاق أوسع لا لا ما عم تصير يعني ما عم تصير على صعيد كنسي أنا يعني متعطى مع كل المسؤولين بالكنيسة لا هلأ عم تصير ما عارف شخصية بين ما عارف شخصية كهني أو رجال دين مع سفر معينين عم بيسهلوا بهذه الطريقة هذا غير موضوع بس أنه على صعيد سياسة كنسية هذه منا موجودة أبدا حتى لو حتى إذا كانت صحيحة يمكن إذا حتى لو صحيحة بس كسياسة كنسية منا متبعة أبدا ولنا مطلوب مننا أبدا يعني ومش هذا دورنا نحن بالعكس دورنا ككنيس هلأ نحن نفهم وأكيد نتفهم ما فينا نحن عايشين هون نحن عم نعيش هالصعوبات اللي عم بعوشها عم بعوشها أولادنا بالوقت زيته إنما نحن نتفع كسياسة أبدا حالتنا صابت على نهيتها اليوم تحديات كبيرة ممكن عرضنا بعض بهذه الحلقة برأيك بعد هذه الجرجلة القيامة لهذا المشرق أول شي أريد أحكي على المشرق صعيد عام لأنه إذا قام المسيحيين طبعا يكون وضع منيح فيه باتت قريب القيامة فيه أو لا تتقع تطول هذه الجرجلة ومراحلة يعني ما تسألوا للمسيح أي متى متى تجي النهية قالوا لا أحد يعلم يعلم بها إلا الأب ونحن هناك نظل نقول إنما هذا ما بيعني أنه نحن بدي يكون في عنا نوع من خيبة أمل أو أنه نحن من هذا بالعكس هذا بدي يحفز دايما لحتى نحن نتوقصوا بالقيامة والقيامة هي بالنهاية هذا الرجل أعطاني يسوع أنه ما قلت أنه نحن بالموت غلب الموت وما في شي أقوى شي بالنسبة لنا هو ما نعمل أنه ليس لازم نخاف من الذي يقتل الجسد لازم نخاف من الذي يقتل الروح وهذا علمتنا وهذا رجائنا وهذا ما أنه كلام إذا بدك يعني ما أنه كلام يعني بس روح لا هذا كلام فعلي نحن بدي يكون هذا إيماننا وهذا وهذا اللي بدي يخلي يكون عندنا عنفوبين نحن عندنا كثير إشاء حلوة بدنا نعيشها وعن نعيشها وبننضل فيها بقلب الصعوبات اللي من نعيشها وبقلب الاضطهادات اللي من نعيشها كمان هذه كمان المسيحية بجوهرة والمسيحيين المصرقيين تعودوا لها هذه الغزوات اللي مرت عبر التاريخ هذه الاضطهادات كمان اللي تعرضو لها من 2000 سنة لليوم رغم هيك صمدوا بقوا واستمروا ورجاء القيامة يبقى حاضرا صحيح يعني هو لك مثل يعني كان رئيس الكهنة وقته بدون يدينه يعني يسوع قاله أنه الأفضل من أنه يموت شخص واحد عن الأمة ونحن نفس الشي نحن بنفس بنفس الطريقة يعني المسيحيين نحن دورنا كتير كبير يعني ونحن عم نتعذب وقلامنا هي باسم المسيحية جمعاء والكنيسة والكنيسة كلها سوى مش بس بالمنطقة تشار الأوسط إنما بالعالم لذلك نحن هذه نعمة وهذا إكليل غار نحن نحطه على راسنا أنه إذا ألامنا هذا يكون إلى معنى يعني يسوع عطى لألامنا معنى وهذا بعتقد الجواب الأساسي اللي هو على هذا الرجاء ونوصل لختم حلقتنا شكرا لألك الأب ميشيل جلخ الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط على هذه الحلقة شكرا مرة جديدة من عيدك ونعيد كل المشاهدين اللي عم تابعونا بصباحة هذا النهار شكرا للمتابعة على أمل لقاء في حلقات مقبلة من حيوان اليوم شكرا للمتابعة